اشتركوا في القناة الانسان اللي حاطت دايما قدامه نهاية الحياة وفي اي وقت هيوقف قدام ربنا فالانسان ده بيبقى مليان من مخافة ربنا وبياخد باله من كل تصرف كل موقف كل كلمة كل قرار كل انفعال فحتى لو غلط بسرعة بيقدم توبة وكنيستنا المقدسة الجميلة علمتنا ان احنا كل يوم بنعتبره هو الحياة كلها فتيجي في اختام كل يوم سواء في الغروب او النوم او نص الليل بتعلمنا ازاي احنا ده وقت خلاص بيقول هو ده انا عتيد ان اقف امام الديانة العادل وبعدين يوتوبيا نفسي ما دمت في الارض ايه ساكنة وبعدين تيجي صلاة نص الليل تقدم لنا العزارة الحاكمات اللي كانوا مستعدات تقدم لنا المرأة الخطأة بالتوبة بتاعتها الحلوة تقدم لنا الوكيل الامين الحكيم الذي يعطي العبيد طعامه في حينه فهنا الكنيسة بتعلمنا ان احنا كل يوم هو حياتنا نهاية اليوم هو نهاية الحياة فالانسان اللي بيعيش بروح الكنيسة وروح الصلاة وروح التوبة باستمرار الانسان ده مش هنقول ان هو مش هيغلط خالص لكن نقوله حساس جدا للخطأة حتى لما بضعف بسرعة بقوم وبقول لا تشماتي بي عدواتي فانسا قطت اقوم على طول اجري على يعني صلاة اجري على اب اعترافي اقدم طوبة نقية لان يعارف انه كل يوم ومش كل يوم بس كل ساعة وكل لحظة هي ممكن تكون الحياة كلها فعشان كده اية جميلة اوي في صفر يشوع ابن سراخ صح سبعة اية ربعين في جميع اعمالك اذكر اواخرك فلن تخطئ الى الابد لالهنا كل مجد وكرام الابد امين اشتركوا في القناة